تحت رعاية الدكتورة عيشة بوعينغ وكيل وزارة الصحة احتفل مركز الدم والأوران بمجمع سلمانية طبي باليوم العالمي للسرطان وذلك لأهداف توعوية ووقائية وتثقيفية وللتأكيد على ضرورة الكشف المبكر عن مرض السرطان الزميلة إيمان شرف وتفاصيل أكثر الإرادة والعزيمة دائما ما تدفعان صاحبهما لمواجهة كل ما يعكر صفو الحياة التي تكون مليئة بالأمل والسعادة وإن توافر الأمل وجدت الصحة التي هي أبدا لا تقدر بثمنة فمن مجمع سلمانية الطبي وتحديدا من مركز الأورام وبالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان انطلقت هذه المبادرة التي من خلالها تم التأكيد على ضرورة إجراء الفحص المبكر لهذا المرض الذي لا يعني عند الإصابة به آخر المطاف تحت شعار نحن نقدر كلنا نقدر الفعالية هذه تهدف إلى نشر الوعي بالنسبة للمرضى السرطان بقدرتهم على تجاوز المرض وبقدرتهم على الاكتشاف المبكر للمرض والجزئي الثاني من الشعار الفعالية اللي هو كلنا نقدر وبتأتي هذه أنه كلنا إحنا المعالجين الطبيين الأطباء المرضات والمرضى وأهل المريض كلنا نقدر على تجاوز هذه المرض نحن نشوف التطور حتى في العلاجات المقدمة حق المرضى تطور ملحوب الأدوية والعلاج الكيماوي بالنسبة حق المرضى لم يكن كما كان في السابق كثير من الأمراض الحين أصبحت تتم معالجاته لله الحمد إن لتفعيل اليوم العالمي للسرطان أهداف توعوية ووقائية وتثقيفية أيضا فالكتيبات والمطويات التي كانت موزعة في أرجاء المكان غنية بالإرشادات التي أوضحت طرق التعامل مع هذا المرضى وحرصت على أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية التي تقلل فرصة الإصابة به وهناك ركن خاص وجدنا ما يستدعي أن نقف أمامه لتلتقط عدسة الكاميرا بعضا من قصص التحدي والإصرار على الشفاء اليوم طبعا إحنا هذه المبادرة الفعالية نقومها سنويا واليوم هذا يعتبر من أهم الأيام بالنسبة لمرضى السرطان فبالتالي إحنا عندنا الأهمية في هذا اليوم توعية توعية الناس، توعية المرضى، توعية أهاليهم خصوصا بالنسبة للكشف المبكر للورم هذا اليوم يعد تحديا لكل المحاربين الذين يتلقون العلاج بجرعات أمل تسري في الأوردة تحثها على مقاومة المرض بل ومحاربته كما ويعد يوم ميلاد جديد بالنسبة لكل من بات السرطان مجرد الذكرى عاشت معه طيلة فترة تلقي العلاج إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين